تعالوا بقى نروح لموضوع يهم كل محبي وعشاق ومتابعي كرة القدم الإسبانية تحديدا مبارح أجريت قرعة نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا وأصفرت عن كلاسيكو ناري مرتقب بين ريال مدريد وبرشلونة في مواقع فريق أتلاتيكو بلباو في مواجهة أساسونا حدد الاتحاد الإسباني موعد جديد للكلاسيكو اللي كان من المقرر إقامته يوم 7 فبراير حيث تم تحديد أحد أيام 1 أو 2 أو 3 من مارس المقبل لإقامة مباراة الزهاب بالسانتياجو فيما ستقام مباراة الإياب بالكامت نو في أحد أيام 4 أو 5 أو 6 من إبريل طبعا تعديل موعد الكلاسيكو كان غصبا عن الكل الحقيقة طبعا بسبب مشاركة ريال مدريد في بطولة كأس العالم للأندية وده الفريق اللي احنا كلنا كأهلوية بنتمنى وبنحلم وبندعي ونقول يا رب نوصل لمرحلة أن احنا نقابله إن شاء الله في المراحل والأدوار الأخيرة والنهائية من هذه النسخة من المونتيال